واليقين إنما تحصله القلوب وتناله بأمور ثلاثة لا بد من عناية عظيمة بها الأول تدبر القرآن فالقرآن هو كتاب اليقين والسعادة والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب والأمر الثاني التأمل في آيات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق تدبرا يهدي القلوب إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها وجلال من أبدعها سبحانه قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والثالث العمل بالعلم فإن العمل بالعلم يثبت اليقين ويمكنه في القلب ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولربما زواله وعودا على بدء قوله سل الله اليقين والمعافاة جمع فيه بين عافيتين الدين والدنيا ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه